أسهما اطلاقوا منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي في تعزيز فرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر حيث تفضل الدولة جهودا كبيرة لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة مع تبني نهج قائم على مبادئ ونظم الاقتصاد الأخضر للمزيد مع زميلة حكمة عبد الحميدة تحية طيبة دائما ما تحرص وزارة البيئة وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 على أن يكون البعد البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيما يضمن حقوق الأجيال القادمة وبعد أن أظهرت التقارير الدولية أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ تصل إلى 28 مليار دولار حتى عام 2030 فقد تم إطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي في سبتمبر الماضي لاستعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ وزارة البيئة وإيمانا منها باستغلال كافة الموارد المتاحة قامت بتوقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات للطاقة كهربائية بمنطقة أبرواش بيجيزة باعتبارها اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 120 مليون دولار وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم كما تصل تكاليف التشغيل إلى نحو 5.5 مليون دولار سنوية ذلك لإنتاج 30 ميجاوات في الساعة وفيما يتعلق باستخدام المخلفات الزراعية في إنتاج الأعلاف الحيوانية قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراع وسطلاح الأراضي بإعداد رؤية لمنظومة متكاملة لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف الحيوانية تضمنت المنظومة المقترحة تنفيذ نموذج تجربية لمدة عام في أربع محافظات بنطاق الصعيد والدلتا ولتوفير تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقي للمساويات العالمية وتوفر خدمات للزوار بالمحميات قامت وزارة البيئة بأعمال تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات مع الاستفادة مما تم من تطوير في 13 محمية بربوع مصر كمقصد سياحية وكذلك العمل على تهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالمحميات ما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 20-30 وبهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكافة القطاعات قامت وزارة البيئة بمراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل حيث أصدرت وزيرة البيئة قرارا بتشكيل لجنة الاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي لحصر كافة دراسات التقييم البيئي المطلوب لها استكمال بيانات وأصرات إداء الرأي فيها وبالنسبة لإجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية فقد تم تكليف باحثين من الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي بجهاز شؤون البيئة لتواجد بشكل دوري بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الدراسات البيئية واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفى إلى جهاز شؤون البيئة على أن يتم إصدار الموافقات البيئية لها خلال سبعة أيام عمل على الأكثر بدلا من ثلاثين يوما وزارة البيئة تبنت نهجا قائما على مبادئ التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأغدر والدوار ذلك لدعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي الذي يعد قاطرة واعدة للتنمية في مصر